عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في المطار الكويت الدولي مبنى الركاب الجديد تي اثنين برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مستهل الاجتماع على أهمية مشروع مطار الكويت الدولي مبنى الركاب الجديد تي اثنين باعتباره أحد المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد ووجه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الجهات الحكومية المعنية وذلك خلال جولة تفقدية قام بها سمو حفظه الله لمشروع مطار الكويت الدولي مبنى الركاب الجديد تي اثنين مع أخواته وأخوانه الوزراء على هامش الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء بضرورة التعاون مع وزارة الأشغال العامة لتدل كافة المعاوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ولتسريع وطيرة العمل به بهدف تحقيق التقدم المستمر في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق الجدول الزمني المحدد لتشغيله وبهذا الصدد قدمت وزير الأشغال العامة دكتورة نور محمد المشعان عرضا مرئيا حول آخر المسجدات والتطورات بشأن الموقف التنفيذي للمشروع مؤكدة أن الاهتمام بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد يقع على رأس الأولويات لدى الحكومة من خلال انتهاج أفضل المعايير في مجال الطيران المدني معتمرة مشروع مبنى الركاب الجديد تي اثنين يعد من المشاريع الذكية ويتميز المبنى بوجود أنظمة وخدمات حديثة ذات جودة عالية كما قدم رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح عرضا مرئيا بشأن تشغيل مبنى الركاب الجديد تي اثنين بما يتوافق مع الأنظمة الدولية والوصول إلى جهازية التشغيل الكامل للمبنى وأشد السمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حافظه الله بجهود وزير الأشغال العامة الدكتورة نورا محمد المشعان ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح وكافة القائمين على تنفيذ هذا المشروع من الجهات الحكومية المعنية مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذي يعد نقلة نوعية في مجال النقل الجوي لدولة الكويت من جانب آخر أحاط معالي النأب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الأسبوع الماضي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تأتي استكمالا للتعزيز العلاقة التنائية المتميزة بين البلدين ولتفعيل مستوى التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق التطلعات شعبيهم الشقيقين نحو التنمية والازدهار كما حاطم عليه مجلس الوزراء علما بلقائه خلال هذه الزيارة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك لقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تم من خلالها بحث الروابط التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون والعمل المشترك بينهما من جهتي أشد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين ورسخت أواصر الأخوة بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط السابق الدكتور عماد محمد العتيقي على جهوده المخلصة التي بذلها أثناء توليه مهام مسؤولياته وذلك بعد صدور مرسوم رقم 153 لسنة 2024 بقبول استقالة يوم الأحد الماضي متمنيا له مفور الصحة ودوام العافية من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزرية للشؤون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بقوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية ومنها الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق الذي أجاز تعديل عملية التوثيق الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة لحضور الشخص بنفسه أمام الموثق في وزارة العدل الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إطالة معادة طعن بالاستئناف إلى 30 يوما كما أجاز للمحكمة أو المحقق الإعلان بالحضور بأي وسيلة اتصال حديثة الموافقة على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ورفعهم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعه من جانب الآخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهني إلى اللاعب فيصل سرور بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة فئة F63 يوم الجمعة الماضي ضمن دورة الألعاب البرلمبيا المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس مشيدا بهذا الإنجاز الرياضي والذي يؤكد قدرة الشباب الكويتي لأسيما من فئة ذوي الهمم على تجاوز كل الصعاب وتحقيق النتائج المشرفة التي تساهم في رفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافظ الرياضية من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالة فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوب بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته